شهادة الشهود احنا نجيب الشهود بتوعنا اللي بيقولوا ان دي طابة مصرية ورأس النقب المصرية وهم يجيبوا شهود بالعكس ينفوا هذا جيبنا شهود كتير جداً قديت الشهادة بتاعتي شهادة الميدانية لان كنت الشهد الرئيسي الميداني الجنب السعيلي قاعد الجنب المصري قاعد نبيل العرب قاعد طبعاً هما في ناس اعترضوا علي وقالوا يسألوني جرحوا الشهادة بتاعتي رضيت عليهم وأسكتتهم كلهم أيضاً من ضمن الشهادة لصالحنا كان فيه إسماعيل شيرين إسماعيل شيرين باشا دا كان وزير حربية مصر سنة 1952 ولما الملك فاروق عزل وخرج على الباخرة المحروصة إلى إيطاليا سافر معاه على نفس الباخرة إسماعيل شيرين باشا اتصل بحام السلطان اللي هو المحكم بتاعنا قال له أنا كنت ظابط أيام حرب فلسطين وأيام الهدنة وكان موقعي فيه طابة ومعايا صور وإحنا بقفين جنب شجرة الدوم دي علامة موجودة هناك وكان معايا العساكر المصريين بالزي المصري بتاعهم وبالطربوش المصري وصور ومعايا خطابات كنت بابعتها الأهلي وتجيلي بينهم كلها تؤكد إن طابة مصرية تقبلوا إن أنا آجي أشهد ولا هتقولوا إن أنا من عهد الملكي وبالتالي ترفضوا إن أنا آجي فاتصلنا بالخارجية المصرية في القاهرة هل ممكن نسأله طبعاً إسمعوه وكونوا من قام الملك في قادة مصري ويحب بلده مهما كان بعد حرب ستة وخمسين أنشهت ما أطلق عليه United Nations Emergency Force طوارئ الدولية أول مرة في التاريخ سألنا كانوا موجودين في سيناء طب فينة حتة في سيناء طب على الحدود في منطقة الطابة دي أنا كتيبة طبعاً كتيبة ليو غزلبي أنت استكملت كل أدواتك حتى وصلت إلى هؤلاء الضباط اليوغوسلاف اللي كانوا أوفر إيج فوق 85 سنة لكن هما جموا مشاهدوا كانوا موجودين فعلاً في المنطقة وكانت شاهدتهم أيضاً عنصر مؤثر وداعم وساهم كثيراً في أيضاً أن يكون حكم المحكمة لصالحك أيضاً آخر حاجة كانت في الإجراءات أن المحكمة تنتقل بنفسها تروح لزيارة الموقع قالت أشوفه على الطبيعة ونزلنا في طابة وعدت المحكمة تعاين وتاخد ملاحظات أيضاً كان واضح من هذه العلامات أن أرض طابة واضحة أنها مكملة للأرض المصرية أيضاً زيارة الموقع كانت أحد العوامل اللي خلت المحكمة تزداد قناعة بحجتها